موسيقى كان واحدة الرباعة الشلاهبية يغبرون من اللي ما يلقوه شفاش يتكلمه ولكن من اللي يجي الجافاف ولا يتعادل منتخب دي الكرة القادم أو من اللي يحصل الشفارة دي الملعة يخرجوا بحل دي بيع ويوم بوبكر الجامعي مثلا بغي فهم في كل شي في الدستور وفي الشعبية وكبور وبغي فهم في الصحافة وهو أصلا ماشي صحافي وفي التعليم وفي الحقوق وفي المقاربات الحديثة وفي الفلاحة والبني وفي الكسيبة والرياضة السيد متكيع الانترنت ويجمع اللي كاين باش يحسن باللي كاين ولكن الرجل ينسى التحلي بالأخلاق والبر بالوالدين اللي هو ما السوارت إلا بغي تتكلم على المغاربة ويسمعوا ليك وأصلا شكو انت باش يسمعوا ليك في واحد الثمان كانك يحلم بالمواقع والجاة والسلطة ويا ما تمنى يخدم في الدول الملكي ما كانش يتمنى وصافي رأى خدم عليها بيده برجلين ومن اللي يوجد ان هاداك المكان بابه ماش يمشي رأى المنوالة وغير اللي جايد الرم هالسعصاته وقرر يجعل من لسانه وكتاباته مش ويطة يضربيها بلاده إلا المنتخب الوطني ما بينش الفعالية في واحد المباراة يخرج هو يقول هاديك ما بقيتش بلاد وإلا انتاثر بجادارة واستحقاق يتخبه ويسكت ومن اللي المغرب نجح في تدبير الجايحة ديالكورونا تخبه ضرب الطم وتخبه بحالي لضرباته شي جايحة السيد كان دايما كيحلم أن بلاده تدخل في الجاحيم وفي الفوضى والانقسام ومن النهار دار مجلة سميت هالو جوغنال ومن دك الزمان وهو يتبرمس ومن اللي كان الرابع العربي مش هو وجماعة من قراصنة العاد الجديد كيمضيوا الأسلحة والنيبال ديالهم وكيثرجوا الخيول ديالهم باش يركبوا على الرابع العربي وباش يجيشوا العدو والغريب ويعبؤوا الضباع والدياب ضد بلادهم ومصالح شعبهم سبحان الله راه غير البغل اللي كيدلوليه دراجات على عينيه باش ما يشوف لا شمال ولا عيمين ويمشي بالكرويلة في الاتجاه اللي يبغموا له أما اللي عنده العقل وكيقارن ويشوف بعينيه راه كيشوف فين وصلات الحال بالعراق وثوريا وليامن وليبيا وزيد وزيد وخلاص ديك تونس اللي أمرهم ماما فرنسا يعتبروها نموذج في الديمقراطية ضد على المغرب ها هي كتشتت قبلتهم وهو ما كيتفرجوا راه المغاربة ما بقاوش مستعدين يقروا الخزع بلاد دي الجامعي والمراهق عبد المومني ومولج جيب المعطي مونجيب أو يسمعوا الهوراء اللي كيقولوا دب هاد بنادم دي البوبكر الجامعي وعمره فاق ربعة وخمسين عام وباقي يقف قف لا يلقف الشعر شايب والعقل باقي عايب ما بغى يرتاح ما بغى يآمن أن عمر الملكية في المغرب الربع عادية لقورون وراها رمز الوحدة والاستقرار في بلادنا وراه باقي قدامها قورون أخرى بحول الله واللي عينهم عمشين يقتلهم مزيان باش يشوف صحيح وحسن ليه يمشي دير عملية للجلالة كيبتلي الكامل كيعزم في التدوينات والتغريدات باش يحرك شي شعرة في بلاده بحال لي كينفخ في البحر أو كيحفر في الصخر يا جبل ميه الزكريح من لي عيطوا عليه التوانسة الجداد المسنودين من اللوبي الفرنساوي المعادي لمصادح المغرب عيطوا عليه باش يشارك في ندوة على الصحافة ومساواة النوح جاموا جد نفسه باش يشموا الخنز اللي كينف لهاته الراجل بحالي لا عنده عمل ألوان كيشوف غير قحولية ولكن والله مسخوط الوالدين ما يطفروا في حياته والمغربة كيقولوا المسخوط عزه له في حياته ماشي في ماماته وهذه هي الحقيقة والسلام الغريب ان التوانسة اللي معيطين على قراصنة الزمن الجديد باش يضربوا المغرب خاصهم يتكافوا غير ما حررتهم مع قيس سعيد وراه خرجوا المواطنين التونسيين باش يطالبوا برحيل قائد ديكتاتورية جديدة في تونس خيس سيد ولكن راه ديكدقهم بزرواطة البوليس وواجههم بخاراطيم المياه هانتو شوفوا الفيديو شفتي السي بوبكي؟ هكذا كانوا يسميك في الجورنال اما انا سوف نسميك بوبريس وش نسيتي اشدار التونس لصاحبك هشام العلاوي؟ من اللي يخرجوه من اللابيسين دي اللوطيل وقادوه للمطار باش يرجع من نينجا فين هو النموذج الديمقراطي؟ ومالك محليتيش في امك؟ ولا حد سيادك الفرنسيس ديال الدولة العميقة قالوا لك بلعف امك؟ ولكن هادي تونس ديال عهد الوضوح ماشي تونس اللي ولات محكومة بالطباب و بالانقلابات وسبحان الله الجران كي يقلب دايما على الضايا المخلوضة غير بوبكر الجامعة يلقى فين خلوض ولا غادي جاي لتونس باش يحكي لهم حكايات بايخة وتافة النظام في المغرب كيتهلغير في البوليس والقوضات وكيزيد لهم في الأجور وملي تقول لي يا والحمد لله الحمد لله ان المغرب كيخلص مزيان البوليس والقوضات يحق رفاتو ويقول لك ورا ما كينيش غير هوما تعاود تقول لي ورا حتى الأساتي دا الجامعيين والمهندسين والأطباء تحسنات أجورهم مزيان وتمشي معاه بعيد وتقول لي يا كنتي صحفي ورا حتى الصحفيين ولت عندهم أجور مزيانة ما يعرف باش يجاوبك وينوضي بالرح اه المحيط الملكي المحيط الملكي المحيط الملكي المحيط الملكي بحالينك يبغي يقول لك خليني نعايروا السلام أنا ما كنحملش النظام في المغرب حيث مخدمنيش في الدول الملكي وكل قيت نعصون فيق ونلقاه مشاق وراه انتا اللي يمشي تيابو بريس هادك النظام إلي كان كوشمار في أحلامك راه في بلاده خير وسلام ومن اللي فبركة والعديان ديك القصة ديال بيغاتوس اللي تبريمات بسرعة تسلح هو والشياطين اللي معاه باش يجعلوا منها بغلا يطلعوا بيها الجبل كيتكم كيتكم وشهدكم اللي تسليتوا بيها غير بوحدكم وخا تقولي ها أمنيستي براسها بيضات بيضة وما عرفتش تفقصها وها هي بداتك تسر بالصحافة باللي راه مستعدة تعتادر للمغرب يبقاك يحك في قرفانته اعتدارك زيديه فيك أمنيستي المغرب خرش فيكم عينيه وفرشكم يا الكتابة وواجهكم بالحجة والدليل وقال لكم هاتوا برعانكم وهانتم ما تخبيتوا بحال التعلب ديال المرحوم زفزاف المغربة من اللي قالوا الحزب المرجعية الإسلامية المطلية بالفضايح الأخلاقية برا مع الباب بوبريس جاي قطرح علينا نظام تحالوفي بين اليسار الراديكالي والإسلاميين أسيدي يكن تواك الشارب مع المخزن العامق في هذه البلاد وديك البلاد ايو تكمش قبل ما يعودوا ليك المغربة لكم دابا ما بغيتش نطول عليكم واخا عندي ما يتقال على زيان اللي في خريامه داخت به الأرض وعلى المونيكا ديال الدنيا الفلالي ورجلان اللي فيشلو في كل شيء تجارة ووضرع وعلى دفاع توفيق بو عشرين اللي بغيت خلطة حياة ديالو السوق النخاسة ويبحث لهم على طرق الترضية مقابل المال يعني أعطيني شرفك مقابل الفلوس وهذا دليل على تهمة الاتجار بالبشر الله يسترنا ويستركم وديراه غازوينا الناس كانوا كيحيروا مع أولادهم من بعد الباك أو دوك اللي عندهم نيفو باك وحتى من اللي كيسجلوهم في معايد عليا متخصصة كيتيهوا في التداريب شكون الشركة اللي غادي تقبل لهم أولادهم الأول مرة في المغرب معهد آدمين اللي التكوين في مهن السمعي البصاري كيضمن التكوين ومعاه التداريب معهد آدمين كيضمن آساتيدا متمرسين في الطبيقي والنظري والأول مرة في المغرب المعهد اللي كيكونك هو اللي كيضمن لك التداريب لدى مؤسسات وشركات معروفة معهد آدمين كيتواجد في قلب أقدال وأمام محطة ترامواي ديال شارع فرنسا القرب والولوجية مضمونين عبر كل وسائل النقل الحضاري منين ما جيتي في الرباط أو من سلة، سلة جديدة، تمارة، ونواحي وحتى من الدار البيضاء المحمدية وقنترا رغم محطة القطار قريبة بزاف اليومي لابغيتي تصبح تقني متخصص أو تقني في مهن الاتصال أو منظم ولا منتش أو كاميرامان وحتى أنفوغرافيس ولا تقني تلفزيوني أو سينمائي أو متخصص في الملتيميديا معهد آدامين مجهز بأجهزة جد متطورة وستوديوهات عالية لمهنية وكتصحبه في مهمة التكوين إداعة إلكترونية ناجحة وموقع إلكتروني معروف وبرامج إداعية وتلفزية متنوعة وشاركة مرموقة متخصة في إنتاج الأفلام والبرامج أساتي دا عندهم خبرة كبيرة كي يضمنوا تكوينك وصحفيين وتقنيين متمكنين غيصاحبوك في التداريب تكوينك وتداريبك أمانة على عنق مؤسسة آدامين مستقبلك هادية بينيديك وغا تكون درتي عزوينا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة